اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اخد بنتك ليحميها من الفرنساوي نحنا ما عنا شاب ياخد بنت مشان يحميها نحنا بنتنا اذا بتموت عاون علينا انه ياخدها شاب براد الحارة امي الله يرضى عليكي خليني نفهم القصة بالاول بدي يعرف شو القصة مشان حلة رجاءا هدي شوي لك ابني اخوك اخد البنت ليحميها من الفرنساوي اخوك لا خطفة للبنت ولا شردها امي كلام ابو غالب مصبوط ولحامع الرجال رجاءا لو سمحتي لا تدخلي وين الشرف والضمير والاخلاق والناموس هذا الشي ما لازم نسمح فيه بنو لك طاووس لا تتوس راسي خليين نفهم نحده احتي ولا والله متل ما قلتلك يا معلم وهلأ ابو غالب وعزمي بدن يروحوا يجيبوون يا باطل قاووس جهز الزلم بدنا نطلع وراهن لهالكلاب لغزال وللهمشري بدنا ندبحن بدنا نقصل عار الحارة وراي مش مش مغلم يلا شو قدرتو هلأ الدكتورة انتوانيت وعصمة وبسينة على سازنو يروحوا على بيت أهل للدكتورة ايه صح هذا الكلام ويمكن يكون وصلوا مع الحزن تعرف البيت يعني أنا سمعت الدكتورة قام تقول باب شرقي قدام كنيسة باب كيسان وانت قلتها هلأ منروحه منسأل وكيف ننتم من أهلي إلا من لاعي طريقة يلا شرفوا مش مانتخار شرفوا أختي عصة سميرة نعطي في الخات الأخضر لو سمعتني مقدرت في الخات بزيد فضلك شو هالكات شو هالكات شو هالكات سميرة سميرة شو من عند سميرة بقري يعطيها أنا معي ها شفظ عطيها عشان معي لكي الوضع صار خطير كتير والسكين عم بتقرب على رقبتي إذا رحت سلمت حالي واعترفت على بوسينا وليلا يعترب يعفوني المصيبة بدون يسألوني عن الرابعي اللي كانت معنا وأنا ما بعرفها لا الأحسن أهرب من العرم بسوين بدي يروحي يا ربي وين السعطية يا حبيبتي وين شاردة ها 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 هون معلمتي بالشغل هون وين بدي كون شاردة يعني وين خير إن شاء الله بالشغل التي لي يلا يا بنات يعطيكم عافية اليوم خلصنا شغل كل واحدة على بيتها الله يعافي اي وعلى مين التنظيف اليوم معلمتي اليوم لات نطفو كل واحدة على بيتها مشان ترحقوا الضوء بكرة بس تجو شوفوا على مين الدور خليا تنظف اي والله قاعدينوا عمنا تسلم معلمتي اي لأنه أنا فاتحة لمشعل تسلايا ما لك بتحب تسمعي حالك حكي انتي شكتي ولام أواصا شكتي بحرق الشرق أعتني سيسي بحرق الشرق سعدي خير معلمتي خليكي عاوزتك حاضر وصلوا 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 أهلا وسهلا عزمي بيك الهمشري وغزال عملوا عمل بيشرفنا كلنا ولازم نوقف معهم مو ضدهم له يا ابن عيم له زقلتني منك انت ما خصك هذا شرف الحارة ونحن ما منسمح لحدا ايمس شرف الحارة وعرضنا هنائب بيك خليك نائب محترام يا ابن عيم رجاء ما حدا يتدخل هنا يا فندي يا ريت انت وجماعتك ترجع على الخان القصة قصطنا ونحن اللي منحله عزمي بيك انا ما رح اسمح لكم تلاحق الهمشري وغزال وبنت اخونا ابو غالي شو ما سمعت سمعوا واو سمعوا واو شو قلت يا ابن عيم شو الحكي يا ابو نعيم انت بيهون عليك بنتك تطلع مع شابين برا الحارة لا تربط الجدي اني الحكي لها يا ابن عيم 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 بس لو ملك عمي بس يا ابن عزمك لا تدخل الهمشري بكون اخي وغزال زلمتي والبنت متل بنتي ماشي عزمي بيك ماشي انت قدت انه البنت متل بنتك والهمشري اخوك يعني هو بمقام عمى يعني ما بيحق لكم تتهموا اي اتهام انا مع ابو النور والكل يرشع على اشغاله ابن عيم فوت انضب باووس انت صغير وانا مبرد عصغار اروح اتضبضب انت ومع الماق لا لا ما فشرت الله ما فشرت الله اهلا بعودتك جوني بالصراحة كابتن لماذا طلبت مني ان اعود اريدك ان تعود الى العمل على ما اعتقد كنت تريد مني ان اعود الى فرنسا بالرغم من اسراري الكبير على البقاء هنا صحيح ولكن هناك مستجدات ما هي؟ اوه قصة طويلة بصراحة اريدك لانني بحاجة لشخص قوي مثلك وغيابي؟ لا عليك الامر بيدي احب ان اكون معكم لكن من خارج الجيش ادخل سيد سمع يريد مقابلتك ضعه ينتظر حاضر سيد سأنظم لك عقد الكولونيل فرانسوا مكلف في العمال السرية وممكن ان اكون معه لا تنقش بفرانسوا لكن معلوماتي تقول انه هو وراء قتل صاحب نول لبروكار ابو حسن بصراحة ليست لدي معلومات عن هذه القصة ولكن انا اعتقد ان فرانسوا اراد ان يخلق جوا من الرعب في الهار سيد هل تريدوا مني شيئا اخر؟ لا مع السلامة سيد 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 ما يحدث معك؟ ماذا يريدون أن يكون صاير معي؟ ما في شيئا معلمتي سعدية لا تسل بي علي من وقت ما حاولوا ياخدوا ليلى وانتي حجر عينك واقف مو حسي على حالك ما علمتي عم قل لك ما في شيئا ما في شيئا لك يا حوبي فهمي علي انا مستحيل احكي شيئا ضركن يعني اي واحد رح يشوفك خايفة بهالطريقة رح يعرف انك انتي من البنات يا اللي قتلوا الفرنساوي اي انا واحدة منه انو بدي يسلم حالي واعترف على الكل اذا بتعيدي هاد الكلام او بتفكري فيه مرة تانية انا اللي بدي اعدمك فهماني؟ سعدية يا حبيبتي انتو بطلات ولكن انتو اخوات رجال كلنا بنفتخر فيكم لا تروحيها اللحظة على حالك لما بتفتخروا بحالكم انتهم اهل الحارة كلها انو انتو اللي قتلتو الفرنساوي ما علمتي انا اعصابي تلفت ما عنام الليل ما عنام قولك ليش يا سعتية ليش؟ والله العظيم متمنية لو اني كنت معكم ويفتخر قدام اهل الحارة كلهم اني انا قتلت الفرنساوي وما سبحت له يعتدي على شرفي عدي وروقي رح سكر الباب ورا جعتلك خليني يروح اللح انتعدم يا معنلمتي ما رح خليك تروحي قبل ما تهدي اعصابك بعدين لا تخافي انا بوصلك سيدي الدكتورة انتوانات وبو سينة وعسمان كانوا عميمشوا بالشارع الطويل شو عد الشارع الطويل؟ سيدي هذا الشارع الطويل هو نفس الطريق المستقيم يلي بتقولوا عليه انتو شو بيقولوا يا سمعو فيتاريتا سيدي فيتاريتا فيتاريتا؟ اسمه فيا ريكتا باللاتيني يا فاهيم كفي بعدين سيدي فاتوا على المكتب الظاهرية هم بعدين؟ بعدين سيدي بعدت خفتي يحسوا عليه ويكشفوني سيدي يعني يا غبي ما عرف تلاوين ساكرين ولوين بيشتغلوا لا ولا سيدي بس إلك علي إلا ما أجب لك أخباره هم خليك فيا ريكتا بتضل ما عشي من المتحد باشا لباب شغي بس تشوفهم بتراقبونه بتجيب ليك الأخبار بتقول مرسي دي بالإزال شو عمي؟ كأنك ضياعك؟ قال له البيت لازم يكون هوم هاي القرنية ألحظ مو هذا الطريقة لطالت عنا الدكتورة؟ هذا هو طيب عمي راح أسأل هيك ما حدا عرفة؟ ما حدا عرفت؟ ما حدا عرفت؟ شاكلنا مضيعين ميكو؟ خلانا جارب روزاني مجلة المضحك المبكي افتتاحية حبيب كحالي شرح معالي فارس الخوري رئيس مجلس النوار معالي خبر اليوم ايه وا فضل عطينا جريدة لن شو شو جريدة هاي يلي معا شو شو هي هاي المضحك المبكي ايه وا ومعي سوريا اليوم ومعنا جريدة دمشق ايه لا خلينا على المضحك المبكي ايه ما لك شايف شو عام نضحك ونبكي خمس قروش خمس قروش ايه الله لاي يوفق شو حرامي لا حول ولا قوة الا بالله امسيك لك امضحك وتكي ببلاش ايه امسيك وبلع لعي المضحك المبكي ايه انت خاص فارس الخوري رئيس مجلس النواب ان شاء الله الف صحة وهنا على قلبك يا رب تفضل يسلمون حبيبك الله يسلم تفضل حبيبك سلمون الله يسلم تفضل 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 اشوف الاصفات دكتور هيا شوف روح مني اعطيت المنس انه نولا الرجاء احب حسينة من دكتور؟ لك هذا أنت والله متنا رهبه مرحبا دكتور ليلة يا ميلا لك زمريل شكراً لكم 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 لكن المعقولة أنت توقف ضد أخوه وأمك عم بتقول إنه الهمشري عرض حاله للخطر مشان ينقذ بنت من حارتنا حفاف تعرف شو مشكلتك مشكلتك إنك ما بتشوفي أبعد من أنفك بدك لا تأخذني هيك الله خلقني شو أعمل ست عفاف خانوا إذا زال أخي عزام خمس دقائق براضي بضبه تحت جناحي بس إشكان ساعد مني أبغالي راح مني ما عاد يرضى وبيعلي حالي شو بكون صار فيني بكون خسرت نصف شعبيتي يعني حارة الخوخة كلها ما عادت إلي آخ آخ منك كل شي عندك بتعمل حساب سياسي معلوم كل شي إله دمان طيب حبيبي سابقا كان في انتخابات هلأ أنت على شو عم تحسبه وتراهيم فهمني بدك فت خبز كتير أه حبيبي ذكرني أضحط بكرة أه بس هلأ تعبت وجعني راسي وجعني مغز آخ يا ظهري تصبحي على خير وانت من أهله مرديت على المستشفى كما قالت لك دكتورة شوفت عينشي وحق الله ما لحقنا حاسب عشر بإذن الله أروح وأمر لتش وانا شو بدي أعمل كيف دي ضمن أهلي شوفت عينك يا ليلة كل ياتنا مطلوبين هلأ غزال الوحيد اللي بيقدر يحوص بالحارة عميم غزال بيقدر يفوت ويطلع الحارة ويملوس من الفرنسيين بس جماعة هنائي محا يتركو بحاله لحياء الدكتور أحب بيت أمنحها يا بنوب ألحظ رائع على الحارة وشوف لانا راح ترككم حالهم طيب غزال بدي أياك تضل لازم موجوده ما حدا بسترجاع ايهو هيتش معنه ما في داعي الله يخلي تطمن أهلي أنا عن بوسينا ودكتورة أمطوانت تكرم عيونتي أختي وصلنا بشي يا جماعة الله معكم الله معكم إن شاء الله ألف مبروك يا بوسينا على قد ما تلبكنا نسيت بارك لك الله يبارك فيك يا رب انت كيفك وكيفهم البنات نحنا كلنا اشتقنا لك وفي قصص كتير بدي خبرك يا والله وأنا مشتقتلكم من زوات قلبي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كانت جوزي السنانيري أمك مديحة المسرابية جوان الخبرية كل الناس تعرف أي الخبرية عني عمك رشيد جوزي السنانيري يلي بلقبوك أبو النور منتو بوسينا كان المفروض تكون مرتر بس خطفها الدكتور عصفت لنا أخ أخ لو جبحتها هي وزوجها سكوت سكوت يوم زواجها انت ضربت عمك أبو النور لتموته بس نفت بنا أخ لو مات اسمعها اسمع انت حصلت على وردة من أبوك الله يرحمه ومن بيت جدك أبو أمك حمدي الكروات حطيت مصرياتك يلي من أبوك مع عمك أبو النور ومصرياتك يلي من بيت جدك حمدي مع خالك أبو حسان والله مظهوط وهلأ استرجعتهم كلهم وخان أبو عبود ما أخدته وعملته بكتبات؟ لا جي جي لا هيك كتير تخنتيها واختك أم نادر على خلافي كبير كتير مع خالتك في ريال أخت أمك بس من غير أم جي جي حطي عينك بعيني إليلي شو أعرفك؟ ولو يا هنو أنت أشهر من نار على العلم بترجاك يا ابن عمي بترجاك لا تحط عقلك بعقل أنائي ان شاء الله مفكرتيني لحانسة الشي اللي يعملوا فيني ابن عمي أنا ما رح اسكتله أنت لسه صحتك تعبان كتير الله يخليك ترويق والله 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 ما رح ارتاح إلا بعد ما ردت لي أهلها الكلب شو بدك تعمل معه ورجاله حواليه؟ لما بتقدر توصل له؟ الله كريم الله كريم 件事情 عبد اللق زر واجد ومية اللق زر لا ن nossa ياللي قدار إن هاجري كويني يا حيلوك سجي أمسليني ياللي قدار إن هاجري كويني إن البوداك بجبيل ورسي يعني إن كتر الشوق يعني بفشاك أموراً كويسة مرتاحة؟ ايه طبعاً تعلي عند الدكتورة بالبيت الشاعر الطويل إن شاء الله ما في مشاكل ونصار عليهم كل شيء الله خير إن شاء الله إيه بس همه وقاكت ضربونا إحنا هرابنا من الهايجين لعشارة الطويل بس الدكتورة انتوانيتين دارة بعناهم عليهم الأخير ما بتوصّر الله يبارك في الدكتورة توصّينا بشيء مهلمين خود السائر اسمها بلغ وحا اخذ هاجري لالله السلام الله معكم غزال قلو له العصمت بسلم عليك أبوك كثير وبيل لك دير بالك على حالك منيح أي وصر المعلمين أعطيه أيصار الله يرزقك مع السلامة بسمعوني منيح بدي إياكم كلكم عيونكم مفتحة على آخر يعني هيك بدي الحارة كلها تصير تحت سيطرتنا نحنا نحنا وبس زعيم أنا اليوم لمحط غزال بالحارة مبارح كان الهمشري وغزال بالحارة شيء من وين عم يفوتوا؟ سمعني منيح أنت وزقكم بتمسكوا باب وأنت وصياح بتمسكوا باب تاني تؤمر زعيم ما حدا بيقدر ليل نهار يمسك باب زعيم سمعوا واعوا سمعوا واعوا على الحكي أنا ما بهمني قديشكن راح تضلوا ماسكين الباب أنا بهمني أنه ما حدا من هالتريسة السعيدة يفوت على حارتنا لا الهمشري ولا عصمات ولا غزالة وأنا وسادو شو نعمل مع اللي؟ أنت وسادو طاوس لحمايتي الشخصية هاي الأسئلة اللي بتجي بالكتاب عم حاكيك آه غزال؟ اي غزال؟ عليش مستغربا؟ آآ كنت خايفي عليك شنطة كانت هون لحظة هيا اتفضت ولا موت بتوت فان صرع بالقرع كيفو الزايم والنوش أهلا 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 بوجوش كيف تطمنني عم الحمد الله وكيف مصياب وأهلي مصياب كلهم بخير بيدعوا بسلام تعالي أهلا وصهلا شو قصة يا ابو النور ما بقى طلبتوا مني خيط حرير والله ما بعرفش بديل لك يا صاحبي نور البروكار وقف من وقت من قتل أخونا أبو حسن الله يرحمون أبو حسن بس يا ابو النور شو بدي قلي إن جماعة تدعيك إيش لأنه إذا ما أخذت الخيط مني الحلبية راح يأخذوا كله يا سيدي حلال على حلب وتشجار علىك ومع ذلك بتحسنت أمنى كمية لحد ما ننوطح ماشي؟ على رأسي يا ابو النور هلأ أنا معي شوية غيط دهاب داخدي؟ ماشي ناخد على ما بكتا يا شكرا شكرا خبرية غزال ما طفت النار اللي بقلبي يا عزمي بيك؟ أبو غالب إنت شو بتؤمر أنا جاهز تصرف أخوك الهمشري ما لازم يمر من دون عقاب حماق شو بتحب؟ بقاوصو؟ وبقاوصو بس دلي وين مطرحو يعني أنت ما بتعرف وينو؟ تسديني ما بعرف وينو أنت بتعرف أخي الهمشري صياد حيوانات يمكن هلأ عم يدور بالبراري على شي تريده أخي أبو غالب باك تطول لي بالك شوي وتستهدي بالرحمن الهمشري ما عمل إلا بالأصول ووصل بنتك لبر اللي أمان وهلأ هي ببيت إنساني محترمة ست عفاف لو سمحتي ما تدخلي هذا الموضوع ما بيخصك نا اسمحلي بدي يتدخل والموضوع بيخصني عزميك الله يغضى عليك طول بالك وخليني أحكي كلمتين مع أختي أم أصمت يا ست أم أصمت أنت عم بتقولي بمكان آمن طيب أنت ضمناني أنه ما ينحكى على بنتي ضمناني أنه ما يجيبوا سيرتها بألف قصة وقصة لبنتي وأنه شو عمل معها الهمشري قبل ما يوصلها لا بعدين أنتو نبحتونا أنه ما نجيب سيرة وينها ضماناً لحياة الدكتورة أنطوانيت وبنكون عصمت وبنت أبو النور ما عليشي لك تطولي بالك شوي صدقني ما بيصح إلا صحيح بالأخير والله النار عم تاكلني من جوة يا جماعة والله نحا معك نحا معك يا أبو غالب ممكن تساوينا فنجان قهوة لو سمحتي لذكرى معينك رح ساوي القهوة يا أهلا وسهلا يا أهلا وسهلا فيكم شرفتوا تفضلوا بس ليش معزمين حالكم أعوذ بالله ما في شي من يمتكم الله يسلم إيديكم تفضلوا رتاحوا الله يزيد فضلك يا رب تفضلوا تفضلي مقاعد نوار البيت عمي أب قعود أهلا دكتور عصنم طمني عنا الحمدلله بخير تفضلوا شو شو جاي بيننا والله مفضل امري عمي أب قعود أعوذ بالله مو عيدنا أخضنا صالح شو الحكي اللي عم تحكيه ليش انتو وصيتونا عليهم شي لا والله ما وصينا معناه انتو ما لازم ناخد حقه أبو قعود أنا اللي بدي حاسبكون إذا ما أخدتو حقهن ما رح ناخدونها أعوذ بالله يا دكتورة حليبات كنا علينا طول ما نحنا عايشينها طلط العمر إن شاء الله الله يسلم إيديكن يسلم عمرك يا رب ما قلت لي عمي أب قعود وين عم تشتغلو؟ والله مسترمين قلت عند واحد صاحبنا بالأمليحة الحمدلله رب العالمين وإن شاء الله منيح معكن الحمدلله بس بصراحة بعض أرضه ما في الواحد الله كريم عمي أب قعود إن شاء الله بترجع ليش مهموم زعيم؟ والله يا أبو نايم الأحوال متمام إذا رح تأخذ مكاد ما بقدير وما رح بصر بنوب هل بشكر بس عم بسعب حالي إنو وين شباب الحارة منضاف يعني معقول خيات وشو نطلوب زعيم؟ عم تدور على شبابين يصفوا معي ويساندوني بها المكتب عم عبلاي ليش ما منطلوب من شباب حارتنا يلي تركوا الحارة وسكنوا برات السبور إنهم يرجعوا ويدافوا عن الحارة والله الفكرة كتير حلوة انت عم تتواصل معهم؟ في تواصل ولا يهمك أب النور بعد بكرة بيكونوا عندك متل مين مثلا؟ أولاد الشاهد خالد وصلاح هدول أبطال سوريا بالقوة وموجودين بنادي كمال أسام وأسقال والنادي لبيت الزول مع المدرب ياسين الزول نعم نعم ياسين الزول مدرب أبطال سوريا بكمال الأسام وبن أخوه محمد شب صغير وعن بيقولوا رح يصير شغلة بكمال الأسام حالو كتير بتجيب لي ولاد الشاي بدول خالد وصلاح بيتموا ولاد حارتنا أحسن من الغرين ايه والله يا أبو النور إذا بيوافوا رح يكونوا مكسب للحارة هدول هلأ أنا بعرف أبوه المنيح الله يرحمه كان أخلاق وشو بدي عقيلة عنه بس إن شاء الله يطلع أولاده مثله أولاده أوادم وأبضايات إن شاء الله خير إن شاء الله سياد تجي لنار طالبك بكرة الصبح على المكتب أبو النور نعم كبير هذا أمرق بن نور blue قالوا أعزمك على فطور مكتب أطرختم عسكرياً روح أطرخ روح أطرخ أطرخ صار ماضي وقت طويل على الالتخابات وانتو لحد هلا تحكوا فيها رجاء خلونا ننسى الماضي ونفكر ببكرة أحسن ما بدنا يتكرر استهتارك عزمي بيك روح فالينا مقعد النيابة لا والمزخرة انو الشخص اللي اخذ هذا المقعد مهووس ومجنون وكله غرقان بالفساد صحي انتو زلانتوني كتير انا السلطات الفرنسية حططتني بالحبس قبل الانتخابات وبعد الانتخابات طلعتني مضبوط نحنا يا جماعة عم نظم عزمي بيك ولازم نعترف كل اياتنا انو الاحتلال الفرنسي هو اللي اعطاه المقعد لهنائي هذا مو مبرر عزمي بيك يا صبري بيك انا شو ممكن اعمل يعني؟ كان ممكن ما اتعرض نفسك للتوئيف وكان لازم تدرس كل تحركاتك بيك مرحلة حساسة انا واثق بكرة راح تنسحب السيقة من هنائي عزمي بيك مالش نعرف كل اياتنا المعلومات اللي عندنا من وين جايبه؟ بكرة راح تتأكدوا من صحة كلامي يبدو عزمي بيك اعمراهن على نواب الكتلة الوطنية بالبرلمان انو يسحبوا السيقة من هنائي تماما عبد جليل بيك كتلتنا ما راح تسمح ابدا لهيك شخصية تقعد معنا تحت قبة البرلمان ممتاز طلبتني سيدي تصور كابتن آلن استدعيت ابا النور وزوجته لكنه رفض المثول ولماذا استدعيته؟ اريد الضغط على ابو ثينا كي تسلم نفسها مقابل اخلاء سبيل والديها فكرة عظيمة سيدي مال مطلوب مني؟ ارسل بطلبه مرة اخرى واذا رفض المثول سنجلبه موجودا وهل هناك احتمال ان لا يأتي؟ نعم هناك احتمال كبير لهذا السبب احضره هو وزوجته افضل له من ان احضره موجودا ادرى امو جنرال انا اظن انكم تستخدمون القوة الناعمة كثيرا مع هؤلاء الاوقات هؤلاء لا يحكمون الا بالنار والحديد لا كولونيل فرانسوا علينا ان لا نظهر اننا عنصريين ونازيين اكثر من النازية ادرى مرة اخرى ولكنك جلبتني الى هنا لكي يؤدب هذه الحارة واسيطر عليها فان لم تكن تستطيع ان تعطيني كامل الصلاحيات فارجو منك ان تعيدني الى حاميتي دعني استخدم اخر وسائلنا وان نكلف الكابتن الان باحضار ابي النور وزوجته كابتن الان انت المكلف بهذه المهمة وسنكون على مقربة منك حاضر سيدي سوفي كنت قاعدة عن فكر يا درا نحنا رح نقدر نحقق احلامنا الفرنسيين عم يلاحقونا حبيبتي حياة كل ما اسيت كل ما الحلم بيكون له معنى بس انا اشتقت لا امي و ابي و اخواتي حقك حبيبتي و انا اشتقت لا امي يعني ما اناك مشتق له ابوك اكيد مشتق له بس موت لا امي تعرف انا ابي ولا مرة رفض لي طلب حتى وقت كنا نشوف بعض بالسرقة هو كان بيعرف بس ما كان يحكي هذا لانه ابوكي بحبني اي لأ مو هذا هو السبب ابي بحياته ما كسر لي كلمة و انا ما افقى انه امي بتحبك بس هي عنده موقف من ابوك ايه و انا بحبه لامك مع انه بحياته عمره ما بتسمتلي ايه الا ما يجي شي يوم وتبتسم لك كون منيح معي حاضر حبيبتي اوامر تانية ما فيش شي له لا يعني الله يرضى عليك ايه حمد الله زعيم زعيم شبك شبك ليش منصر بيع هلا بتعرف شوفي ليش طالع صوتك هذا السعدان غزال شبه غزال رجع الحارة وهلا هو بالساحة عم يتفتر حوالين القهوة طاووس روح جيب سعده وكرمه ولحقوني يالله وراي ايوه ايوه يالله ايوه ايوه يالله خير شو بتكون كمان الجنرال بينزرك وللمرة الاخيرة اذا ما بتجي انت وام النور منكم لحالكم رح يضطر يبعى تجيبك بالقوة هيك لك بتروح بتقول له لمعلمك المزعيم هو النور مشغول واذا حب يحملي زيارها بقى اهله وسهله فيه هو يحب ينزرك والباقي عندك والنتيجة انت وحدك بتتحملها قل له متل ما قلت لك هم؟ اعطيك العافية شبه شبه اليوم مرح ما لايشي في حدا؟ ياموه يا دامانو بني ادم يا دامى إدم ما اضعي؟ اوه اللي و إني ماسكو بس اوه يالله يالله خلونا نمشي قولت كرس تريد تمسك مني يا وقت وراويس وراي وراه 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 بس ما الغداب هل تسلني؟ كل اختصفات، هل تقرأتكم بشوك؟ روحوا شباب روح على شغالنا، روحوا شبهكم يا عالم لهلطين؟ شدهم حالكم شوي؟ والله لا شاعك مصير والله! رسول! أسلت! أبو! سريح، سريح، سريح كثير! يا عالم! خلينا نتركوا هلا! ونرجعنا ونطيلوا! هذا يبقى أنتم مراحل مثلا! سمعوا؟ مني زعيم؟ أنت واحد عويني! عويني برخصة! متضلع مترقبه! أمرك زعيم! أنا عويني بس لقلكون زعيم! مظبوط! بس لقلنا صح مظبوط! مترقبه وتجيب خبره! باشي طووس! يلا يلا! خلينا نروح على شغالنا! المعجل أكثر! يا عجاني مخبلة! الفهمية!